تحت رعاية رئيس الجمهورية أعلنت وزارة الداخلية مدى فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد حتى نهاية ينار المقبل يأتي ذلك مع الاستمرار في ضخ كميات إضافية من السلع عبر منظومة أمان في منافذها المتحركة على مستوى الجمهورية بتخفضات كبيرة حرصا من وزارة الداخلية على دعم ومساندة المواطنين وتخفيف العباء عنهم قررت الوزارة مدى فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية حتى نهاية شهر يناير من خلال الاستمرار في توفير كافة أنواع السلع بتخفضات تصل إلى 60% في السلاسل التجارية والمنافذ والشوادر المشاركة فيها على مستوى الجمهورية نحن لدينا الشرف أن نحن مشتركين في مبادرة كلنا واحد تحت رعاية سيد الرئيس السلع كلها متوفرة عندنا لا استراتيجية ولا استراتيجية الغذائية ولا غذائية نحاول أن نكون أحد أدوات الدولة في توفير السلع الاستراتيجية للمواطن البسيطة موفرين كل كميات السلع الاستراتيجية بأحسن أصحاب أحب أشكر رئيسيات الرئيس جدا على المبادرة الجميلة أنه هو عمان هذه وإن شاء الله دي مش أول مرة أن إحنا نيجي هنا وأن تكون الحاجات كلها موجودة ومتوفرة وكميات كبيرة الأسعار كلها يعني فيها تخفيضات وكل السلع متوفرة بس مع أن في حاجات مش موجودة لا أنا باقي باجي إن شاء الله كميات موجودة جدا كترة جدا والحاجات كلها كويسة الحمد لله الوزارة ومن خلال منظومة أمان حرصت على توفير السلع بكافة أنواعها بخاصة أساسية منها عبر منافذها السابتة والمتحركة المنتشرة بكافة المحافظات بتخفيضات كبيرة في إطار رفع الأعباء عن كاهل المواطنين مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاة تم ضخ كميات إضافية من السلع عبر المنافذ المتحركة للمنظومة المنتشرة بكافة الشوارع والميادين بالمحافظات لتحقيق أكبر استفادة للمواطنين من التخفيضات على السلع المطروحة وهو ما لاقى إشادة كبيرة منهم إحنا معك يا رايف متشكرين جدا 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 الله يبارك لك وخليك يا رب الراجل ده يستهل السلامة بمعنة الكلمة كفاية أنه هو حزب الشعب وربنا يبارك له المبادرة جميلة جدا جدا وأسعار الرز جميلة كويس أوله 13 جنيه كل حاجة تمام تمام وفي تخفيضاتها بتنسي لغاية من كلنا واحد وربنا يبارك لنا في الراية إحنا بجد بنشكره جدا بجد على الدعم اللي هو عاملهنه لأن بجد الموضوع بقى زايد قوي في الأسعاد فالمبادرات دي هي اللي عمل التخفيض في الأسعاد أنا اللي دايماً ببقى واقف ليكي سد ما بسبش فرصة لأي حد يمس حبة من ترابك أنا اللي عمري ما يوم ضعفت عزمتي صخ وكتبت اسمي بكل فخ في كل صبحة من كتابك شهدت منافذ منظومة أمان المتحركة بالمحافظات إقبالاً كبيراً من المواطنين على شراء احتياجاتهم من السلع الأساسية بالتخفيضات المعلن عنها في ضوء السعي الدائم من وزارة الداخلية لدعمهم في ظل المتغيرات التي تؤثر على أسعار السلع سعر روز 13 جنيه حاجة كويسة جداً جداً يعني أقل من بره بكتير يعني أول مرش بالسعر ده بصراحة والحمد لله مطواصر هو وقال لي كده اللي انت عايزه يبريك له ويخفض لنا الأسعار هوك بالمنافذ دي دعنا من حبك يا رايس وربنا تخليك لماشر وربنا تخليك للنازل خلافة ربنا يجزيه خير وربنا يسطل الدنيا وآخرى أنا اللي عمري ما يوم ضعفت عزمتي صخر وكتبت اسمي كل فخر في كل صبحة من كتابك باترة بتاعة الرايس مية مية بتاعة عفتاح السيسي مية مية ربنا يقلولنا للغلابة مش بعشرين بتلتناشر دنيا على العربيات كل حدة فيها عربيات الدنيا يقول كلها غلط وكده لا بس هو منظر أسعار حلوة تتكامل جهود وزارة الداخلية اللي جتماعية مع جهودها الأمنية لتوفير احتياجات المواطنين من كافة أنواع السلع بتخفضات كبيرة وبجودة عالية وبكميات تلبي متطلباتهم بأقل تقلفة ممكنة حاسس مننا وحنا لدينا غير الرئيس ربنا يبركننا فيه ربنا يخليك لنا رئيس نايمان لنا سلطا وسا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة